وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير أقصى درجات الرعاية الممكنة للمصابين في حدث تصادم قطاري سهاج وصرف معاش ثابت للمصابين بنسب عجز وعهات مستديمة جراء الحادث مع صرف التعوضات الملائمة لأسر الشهداء والضحايا وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء اطلع الرئيس السيسي على كافة التفاصيل ذات الصلاة بالحادث وملابساته وتطورات التحقيقات الجارية فضلا عن التقارير المتعلقة بما تم اتخاذه حتى الآن من إجراءات علاجية وطبية تجاه المصابين والتعوضات للشهداء والمصابين كما وجه الرئيس السيسي بتطبيق الإجراءات التي من شأنها أن تحقق التوازن ما بين اكتمال مخاطط التحديث الجذري الشامل لمرفق السكة الحديد على مستوى الجمهورية وما يحتويه من نظم إلكترونية حديثة بالتوازي مع استمرار تشغيل وتسيير القطارات وذلك لضمار تعزيز معايير السلامة والأمان للركاب مع تقبل إمكانية تحدوث بعض التأخير في موعد القطارات إلى حين الانتهاء من تحديث المنظومة وقيم المسؤولين المعنيين بشرح دقيق للمواطنين بكافة التفاصيل ذات الصلة التي سوف يتم تطبقها في هذا الإطار أعربت المملكة العربية السعودية عن تقديرها البالغ ودعمها للجهود التي تبدلها مصر في التعامل بكفاءة عالية مع الحادث العرضي لجنوح إحدى السفن في قناة السويس وشددت المملكة في بيان لوزارة الخارجية السعودية على ثقتها البالغة في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة من وقع ما تسخر به من خبرات وإمكانات وكفاءات مميزة مؤكدة وقفها مع مصر بكافة إمكانياتها لمساهمة بدعم الجهود المبذولة من السلطات المصرية للتعامل مع الحادث وتبعاته وفقا لما تقدره السلطات المصرية أكدت اليونان استعدادها لمساعدة مصر لإعادة الملاحة في قناة السويس سواء على مستوى قطر السفينة ايفر جيفن أو على مستوى أعمال التجريف وأشار بيان الوزارة الخارجية اليونانية إلى أن أثنى تتابع التطورات في أزمة جنوح السفينة عن كثب وتأمل أن تكون قناة السويس متاحة مرة أخرى للملاحة الدولية في القريب العاجل كما أكد البيان أن اليونان تولي أهمية خاصة لقيمة الملاحة الحرة ودون عوائق في جميع أنحاء العالم تنطلق اليوم الجرعة الثانية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر من عمر يوم حتى خمس سنوات لمدة أربعة أيام وذلك خلال الفترة من اليوم الأحد وحتى الحادي والثلاثين من مارس الجاري وتستهدف للحملة تطعيم أكثر من 16 مليون طفل على مستوى محافظات الجمهورية من خلال فرق متحركة في الشوارع والميادين والنوادي الصحية وبجوار الكنائس والمساجد وكذلك المترو والأسواق والسيارات بمشاركة أكثر من 90 ألف فريق طبية فضلا عن فرق ثابتة في الوحدات الصحية المختلفة والموجودة داخل جميع المحافظات أعلنت وزارة الصحة خروج 444 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 152 ألفا وستمائة واثنتين واربعين حالة وفي بيانها أعلنت وزارة الصحة تسجيل ستمائة وثلاث وثمانين حالة إيجابية جديدة وأربعة عشرة حالة وفاة في إندونيسيا قالت الشرطة أن شخص قتل في انفجار أمام كنيسة بولاية سولويزي وسط البلاد مضيفة أنها تشتبه بأنه منفذ التبجير وضفت الشرطة أن تسعة آخرين أصيبوا في الانفجار كما تضررت سياراتهم في موقع الحادث وفرضت الشرطة توقع أمنيا حول الكنيسة تنكر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عرض أحد المدرسين في مدرسة باتلي جرامر ببريطانيا رسوما مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأكد أن وصد في بيان رسمي أن هذا التصرف فعل مشين وخطاب كراهية واستفزاز غير مبارن لمشاعر ما يقرب من مليارين نسمة من المسلمين حول العالم وشدد المرصد على أنه لا يزال البعض يجد فرصة للانزواء خلف براث الحقد وطيرات الكراهية المتحزبة مضيفا أنهم من المشين استفزازوا مشاعر الآخر تحت دريعة حرية التعبير عن الرأي استقبل مطار الغردقة الدولي أولى الرحلات الجوية لشركة لوفتانزا الألمانية القادمة من مدينة فرانكفورت الألمانية وعلى متنها 196 سائحا ومن المقرر أن تسير الشركة الألمانية رحلة واحدة أسبوعيا إلى مطار الغردقة كما استقبل مطار شرم الشيخ الدولي رحلتين متتاليتين قادمتين من بولندا كان على متن الأولى 139 سائحا والثانية 151 سائحا وتعد هذه الرحلات الأولى بعد توقف دم أكثر من عام في ظل قائحة كورونا وقام فريق العلاقات العامة بتقديم الورود والهدايا التذكارية لركاب وتوفير التسهيلات اللازمة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية نهاية مجزأة الساعة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير مصر بعد هذا الفاصل